نادي الاهلي عند الجماهير اللي هو خليهم بلاي ستيشن انا مش عايز حاجة تانية خليهم يجروا طول الوقت بس اللي عمله النهار ده بيت سمو سماني بيأكد انه الفترة اللي جاية تعرفين الاهلي عنده ضغط مبارات كبيرة جدا الفترة اللي جاية ما بين مبارات افريقية ومبارات محلية في الدول بس هو شكله كده بيعمل التدوير بشكل سليم وفيه نقطة مهمة جدا النهار ده الاهلي كسب اربعة مع التدوير ده وكله اعجب بميكي سوني وبزياد طارق وكريم فؤاد ومحمود وحيد كل الناس قالت والله العبادة عظيمة جدا طيب كده كده غصب عن موسماني غصب عن موسماني هيتطر يعمل التدوير ده كل شوية في المبارات اللي جاية مسافة اربعة تيام او تلت تيام بين المبارات والمبارات الاخرى في الايام اللي جاية دي تتكلم تعريبا في تلت اسابيع الاهلي هيعيش كده طيب ده معنى ايه؟ معنى انه هيدور غصب عنه ممكن الاهلي وارد يتعثر في المباراة ايه النتيجة بتبقاش كويسة؟ احيانا ده بيحصل في اوروبا ليه بقولك المثال ده؟ عشان ده بيحصل في اوروبا يعني مثلا ريال مدريد مع ضغط المبارات ويقع انشلوت مثلا يعمل تدوير في اللاعبين فالنتائج تتغير شوي النتائج تقل شوي ده وارد ما فيش حد بيفضل في السماء طول الموسم موسم طويل في بطولات كتيرة ما ينفعش الناس كلها تبقى في الطوب طوب فورم ما ينفعش تفضل فيها طول الوقت هتنزل شوية تطلع شوية هتكسب كتير ممكن تتعدل شوية تخسر بس ده كله وارد جدا طيب النادي الاهلي تلقى موافقة مبدئية على حضور 5000 مشجع لمباراة الفريق امام سانداونز يوم السبت اللي جاي الموافقة دي المبدئية لسه الموافقة الرسمية ما وصلتش للنادي الاهلي ولكن حتى الان في 5000 مشجع هيبقوا من جماهية النادي الاهلي متواجدين في استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي عشان تشجيع النادي الاهلي عفوا في مباراة سانداونز كل التوفيق بإذن الله للنادي الاهلي في هذه المواجهة المترجم للقناة